يقول المسافر اذا جاء الى مكة يريد البقاء اسبوعا هل يجوز له القصر وهل يصل الصلوات المكتوبة في حرم اذا كان سيبقى في مكة اسبوع هل يقصر الصلاة لا لا يقصر الصلاة لامرين الامر الاول انه سيقيم اكثر من اربع تيام واذا قام اكثر من اربع تيام يتم الصلاة لانه صار له حكم المقيمين الناحية الثانية انه مطلوب منه ان يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة يقول لابا صلي وحدي واقصر صلي مع الجماعة في المساجد اوليه صلى الله عليه وسلم ان سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر مطلوب منه يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده وقلب اقصر معي